وقال بشامة بن عمر قد عزمنا الرحيل وقلت لها كنت قد تعلمين منذ ثوى الركب عنا غفول فبادرتها بمستجل من الدمع ينضح خدا أسيل وما كان أكثر ما نولت من القول إلا صفاحا وقيل وعذرتها أن كل مرئ معد له كل يوم شكول كأن النوى لم تكن أسقابة ولم تأتي قوم آدي من حلول فقربت للرحل عيرانة عذافرة عن تاريسا ذمول مداخلة الخلق مضبورة إذا أخذ الحاقفات المقيل لها قريد تمكنيه تزل الولية عنه زليلا تطرد أطرف عام خصيب ولم يشل عبد إليها فصيل توقر شازرة طرفها إذا ما ثنيت إليها الجديلا بعين كعين مضيف القداح إذا ما أراغ يريد الحويل وحادرة كنفيها المسيح تنضح أوبر شثا غليلا وصدر لها مهيع كالخليف تخال بأن عليه شليلا فمرت على كشب غدوة وحاذت بجنب أريك أصيل توطأ أغلب حزانه كوطء القوي العزيز الذليلا إذا أقبلت قلت مذعورة من الرمد تلحق هيقا ذامولا وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع لها الريح قلعا جفولا وإن أعرضت رأى فيها البصير ما لا يكلفه أن يفيل يدا سرحا مائرا ضبعها تسوم وتقدم رجلا زجولا وعوجا تناطحن تحت المط وتهدي بهن مشاشا كهولا تعز المطي جماع الطريق إذا أدلج القوم ليلا طويلة كأن يديها إذا أرقلت وقد جرنا ثم اهتدينا السبيلا يد عائم خر في غمرات قد أدركه الموت إلا قليلا وخبرت قومي ولم ألقاهم أجد على ذي شويس حلولا فإما هلكت ولم آتيهم فأبلغ ما في لسه من رسولا بأن قومكم خيروا خصلتين كلتهما جعلوها عدولا خزي الحياة وحرب الصديق وكل أراه طعاما وبيلا فإن لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيرا جميلا ولا تقعدوا بكم منة كفى بالحوادث للمرء غولا وحش الحروب إذا أقدت رماحا طوالا وخيلا فحولا ومن نسج داود مظنونة ترى للقوابض فيها صليلا فإنكم وعطاء الرهان إذا جرت الحرب جلا جليلا كثوا بابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر